بالتالي نتخذ مجموعة من الإجراءات سواء في ما يتعلق بتمويل السوق بكل المواد التي يحتاجها المواطن الحمد لله يستطيع أي مواطن يشوف بعينه بأن كل ما يحتاجه المواطن موجود في السوق نحن لحد الآن تم حصر تقريباً 418 ألف منتوج جزائري تم حصره في البطاقية الوطنية منتوجات هذا لا يعني باللي ما فيهش فيه أكثر يعني هذه العشرات الآلاف منتوجات سواء كانت محلية أو مستوردة لحد الله موجودة في السوق الآن وبالتالي شغلنا الشاغل الآن في الدخول المدرسي أن نوفر ذلك بالإضافة إلى ذلك كلكم عندما تكلم عن الدخول المدرسي تكلم عن الأدوات المدرسية الآن أدوات المدرسية تجد اهتمام كبير بالنسبة لوزارة التجارة أولاً في ما يتعلق برخص التي تملح للمستوردين نحن عنا تقريباً 250 مستورد رسمي هذا المستورد الذي يحقق استيراد الأدوات المدرسية باستثناء 17 نوع يتطلب رخصة خاصة من وزارة التجارة هذا 17 نوع من الأدوات المدرسية لماذا؟ لأنها عندها علاقة بما يتعلق بحماية صحة المستهلك ما يخفش عليك أن الأدوات المدرسية تعمل بها طبش سواء لمساً أو وضع في الفم يعني من أجل حفاظ على صحته عدم استيراد سلع يمكن تضرب بصحة الأطفال يتطلب الحصول على رخصها الحد الآن 17 منتوج الباقي المنتوجات الأخرى بالمئات يستطيع أي مستورد من عنده سجل تجاري في الاستيراد يستورد بها وهذا شيء عادي هذا 17 تم منح إلى يومين الحالي 58 رخصة للاستيراد وتم استيرادها بالإضافة إلى 47 مؤسسة منتج الأدوات المدرسية والأرأسية الكاراريس يعني نتخذنا احنا كل جميع الإجراءات والأسبوع القادم إن شاء الله في اجتماع الدورية على مستوى الوزارة مع المستوردين مع المنتجين مع المهنيين الذين يؤثرون هذه الأخرى باش نضمن باش يكون دخول مدرسي سالس من خلال توفير هذه الأدوات المدرسية بشكل واسع عند المواطنين بالإضافة إلى ذلك تطبيقا لسياسة الحكومة وتوجيهة سيد الرئيس فيما يتعلق بمرافقة ومساعدة ثئات ضعيفة دائما نقوم بميسومة بأسواق الرحمة برناها في رمضان هذه السنة لأول مرة تطبيقا لهذه التوجيهات سنقوم بأسواق رحمة لميسومة بدخول المدرسي ستنظم وزارة التجارة تحت دائما سلطة سادة الولاد في 58 ولاية أسواق رحمة فيما يتعلق بالأدوات المدرسية التي ستنقسم إلى ثلاثة فيما يتعلق بالأدوات المدرسية فيما يتعلق بالمآزر والمحافظ والألبيسة فيما يتعلق بالكتاب سواء كتاب الرسمي أو كتاب الدعم سنوفر فضاءات هذه الفضاءات ستكون مجانية الدخول إليها من طرف التجار بالمقابل التجار المجزمون بإجراء عمية التخفيض يعني دلوا سكرانفان البونيفيكاسون لأن وجودهم في هذه الأسواق سيكون مجانية حتى أي تكلفة ستكون على حساب وزارة التجارة ستكون على حساب الغرف بالمقابل إخوانا التجار إخوانا أصحاب هذه المؤسسات إخوانا المستوردون اللي احنا معاهم في نقاش باش يتواجدوا في 58 سوق بالإضافة إلى سوق آخر يتنظم هنا في صافاكس باش تكون هذه الأسعار في متانا والأخر لكن لازم المواطن يعرف بأن الجزائر ليست بمعزل على العالم كل تعرفوا بأن العالم يعيش لازم التدخم رهيبة جدا وارتفاع أسعار رهيب ليس فقط في الأدوات المدرسية في كل المواد الأخرى